بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق اجمعين اللهم امين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اليوم سوف يكون موضوع الفيديو هو تفسير رؤية البطريق في المنام فاذا رأى الرجل في منامه بطريق يجري خلفه فان التفسير ودلالة تلك الرؤية يكون به كثير من الخير ويكون به بشارة جيدة للرجل لان تفسير تلك الرؤية يشير ان هذا الرجل الذي يجري خلفه البطريق سوف يكون له الكثير من الحظ السعيد في الدنيا والله اعلى واعلم اما في حالة اذا ما رأى الرجل في منامه انه يقوم بمدعبة وملعبة البطريق فان تفسير تلك الرؤية ايضا يكون به كثير من الخير لان تفسير تلك الرؤية يشير ان صاحب المنام يتمتع بقدر كبير من السعادة والاستقرار والله اعلى واعلم اما في حالة اذا ما رأى الرجل في منامه انه يقوم بالرقص مع البطريق او انه يراقص البطريق فان تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ان هناك حدث سعيد او صار سوف يحصل لصاحب المنام والله اعلى واعلم اما في حالة اذا ما رأى الرجل في منامه انه يقوم بمطاردة البطريق فان تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ان صاحب المنام او الرجل الذي يطارد البطريق في المنام هو شخص طموح فاذا استطاع الامساق بالبطريق فان تفسير تلك الرؤية يكون حين ذاك ان هذا الشخص سوف يستطيع الوصول الى هدفه او سوف يستطيع بلوغ هدفه والله اعلى واعلم اما في حالة اذا ما رأى الرجل في منامه انه يقوم بزبح البطريق واكل لحمه فان تفسير ودلالة تلك الرؤية حين ذاك يشير ان هذا الشخص او الرجل صاحب المنام سوف يأتيه مصدر رزق وسوف يكون مستقر والله اعلى واعلم اما في حالة اذا ما رأى الرجل في منامه بيض البطريق فان تفسير ودلالة تلك الرؤية حين ذاك يشير ان هذا الرجل سوف يأتيه كثير من المال وسوف يتوقف مقدار المال على عدد البيض الذي رأاه الرجل في المنام والله اعلى واعلم اما في حالة اذا ما رأى الرجل في منامه البطريق يقوم بفقص بيضه او ان بيض البطريق يفقص فان تفسير ودلالة تلك الرؤية حين ذاك يشير ان الرجل المتزوج سوف تكون زوجته حامل اما في حالة اذا ما كان صاحب الرؤية او المنام هو شاب اعزب فان هذه الرؤية والمنام يكون باشارة ودلالة انه سوف يتزوج فيه القريب والله اعلى واعلم هكذا سنكون قد سردنا عليكم اهم التفسيرات وتقاويل رؤية البطريق في منام الرجل